انا مشاركة بن جود يوسف من وليت المسيلة حفظة القرآن في عشر سنوات شاركت في وليت المسيلة إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بايد وشراب ما شاء الله عليك وعلى قراءتك الماتعة أنا أسأل الله عز وجل لك شيئا واحدا في القراءة أن يمد الله عز وجل في نفسك قراءتك ماتعة ممتعة متقن ضابط لأصول الرواية أحسنت ما شاء الله عليك نرحب بابننا يوسف بن جودي وهو أصغر المتنافسين وأظنه قد مثل الجزائر في مسابقة من المسابقات ليس كذلك لا أين؟ مصر ذهبت إلى مصر ما شاء الله بارك الله فيك يا بني أسأل الله أن يثبت منطقك عند السؤال أمين يا الله اسأليه مرحبا بك بني حاول تقرأ من قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيًّا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيِّئٍ عَلِيمًا بارك الله وفيك ما شاء الله عليك إلى السؤال الثاني اقرأ يا ولدي من قول الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِحْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا لَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلًا من بعد قوة نانكاثا من بعد قوة نانكاثا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ نِيَا أَرْبَى مِنُمَّةٌ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْنَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بارك الله فيك حسبك إلى هنا السؤال الثالث إن شاء الله اقرأ لنا من أول سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والعظاما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين وما يضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا خشد الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين حسبك بني شكرا بارك الله فيك بني أما من حيث الحفظ فلا تعليق لقد أثبت للجميع تثبيتك لحفظ القرآن وكان من نصيبك أسئلة صعبة من حيث الأداء أنت فقط سؤال هل تقرأ بقصر البدل أم بالتوسط؟ قصر البدل بالقصر تمام إذن هنا لما قرأت وأجل مسمى نحن نعلم أن ذوات الياء قلت الأحكام ولا قلتها نظريا ولا تعلمت هكذا سماعا طيب لأن الصغار عادة يتلقون سماعا إذن وأجل مسمى لأنه ليس برأس آية إذا قرأنا بالقصر فلك فيه نعم لا تقللها وقفا ولا وصلا طبعا عندك وما نظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هنا وقفت وقفا وابتدأت وقف عادي الوقف صحيح لكن لو لما تبدأ حاول أن لا تبدأ بمثل هكذا من لا يستجيب له لكي يصل المعنى كاملا للسامع ومن حيث أيضا المخارج والصفات اجتهد يا بنيت في أول طريق ما شاء الله صفي حروفك من يعني لا تكن أخنا لا تجعل الغنغنة تدخل عليك والخيشوم أو يشوب الغنة تشوب الغنة بعض حروفك خاصة المد خاصة المدود يعني فقط بعض الترقيعات في التلاوة أما في الأداء والصوت صوتك جميل لكن يحتاج أيضا إلى راحة أكثر واخدم صوتك واعتني به إن شاء الله ليرتقي إلى مساحة أوسع تخدمك بحول الله ما شاء الله عليك شاء الله فقط يشفع له في كل ما ذكرت الأستاذة من ملاحظات حفظه الجيد والمتقن ونصيبه اليوم كان صعبا جدا أنت جاءتك أسئلة صعبة واستطعت أن تتفلت منها بشكل عجيب وغريب أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أبيك معلمك وفي أمك وفي كل من علمك حرفا أو آية أحسنت يا بني نعم